كثير من الناس ومنهم مؤمنون حين ينظرون إلى أهل الباطل والظلمة ويرون النعيم الذي يعيشون فيه من نعيم الدنيا وكيف أنهم يرفلون في نعيمها وزخرفها تضعف دواع الإيمان في قلوبهم ويتساءلون سؤالا غير مشروع كيف هؤلاء يكفرون ولا يصلون ويكذبون ومع ذلك في صحة وفي نعمة وفي مالة في تفوق فيه وهل أنت تعتقد أن الدنيا هي نهاية المطاف هل هذا هو إيمانك واعتقادك بالله؟ هل هذا هو ظنك بخالقك؟ عليك أن تفهم أن الدنيا محدودة زائلة وأن ما يفتح الله به عليك من أبواب الإيمان والطاعة خير من الدنيا وما فيها